السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتسابيع قناتنا سديامو مرحبا بكم في الموضوع اليوم اليوم ان شاء الله بحول الله سيكون موضوعنا حول نبات مشهور من نبات الزينة سواء اللي تكون داخل البيت أو خارج البيت اللي هي الكراسولة نبات الكراسولة في أنواع كثيرة ولكن تشترك كلها في طريقة العناية والإكسار اليوم ان شاء الله بحول الله سنشوفوا هذا النوع اللي تشاهدوا معي من خلال الفيديو وفيديو لاحق ان شاء الله سوف أتطرق معكم لنوع آخر أو أنواع أخرى حسب المتوفر عندي نبات الكراسولة أشيع عليه أنه نبات الحض أو نبات المال الاعتقاد القدامة الغير المسلمين طبعا أن وجود هذا النبات في البيت يجلب الطاقة الإيجابية ويجلب المال ويجلب الحض ولكن طبعا نحن كمسلمين لدينا مسلمات هنا نؤمن أن الرزق بيد الله أما من ناحية الطاقة الإيجابية ففي اعتقاد الشخصين موجودة حيث يوجد الجمال الرباني والنباتات هي جمال الرباني وبالتالي لا فرق بين النبات أو آخر فكل نظر لكل كل النباتات فهي تجلب طاقة إيجابية وكتعطي راحة نفسية ندوز الآن لطريقة تكتار هذه النباتة والعناية به الاكتار دياله سهل جدا بحيث يتكاتر عن طريق تجدير يعني ممكن أننا ناخد أي عقلة من النبات الأم ونقوموا بغرصها في التربة للحصول على نبات جديد كيف ما غدي تشوفوا معي من خلال الفيديو فأنا غدي نعمل معكم واحد تجربة هنا عندي نبات نبات الأصل النبات الأم يعني النباتة اللي غن ناخد مننا فغادي ناخد مننا واحد العقلة وغادي نقوم بالغرص دياله وتبعوا معي المراحل وغادي تشوفو كيفاش كإشارة فقط يمكننا أيضا نقوم واحدة بتعقيل الأوراق فسبحان الله هاد النباتة دا الوراق دياله بعض المرات ساقط بحديتها على الأرض ومن بعد واحد المدة خصا إلا كانت جبرت الجورة طب فكنت جبرو بأن كين بروز بروز نبات جديد من الوراقة مباشرة هنا عندي تربة مختلطة جيدة تصريفة بطبيعة الحل أنا من قبل كنت سقيت واحد شوية ولكن سأعود نسقي من بعد يفضلوا أنكم نضيفتوا لسماد عضوي وإلا ما عندكم السماد عضوي وكان عندكم الكمبوست حتى هو ممكن لكم أنكم تهووا وضيفوه حتى هو عنده نفس المنافع بحل السماد العضوي وكان قوم زراعة العقل ديالي بها الطريقة هنا يعمل جوة ديال العقل بها الطريقة هادي وما مشي مشكل أنكم توضعوها سواء في الضيل أو لا توضعوها في الشمس بالعكس إلا كانت الإضاءة قوية فالنبات كيتستفد أكثر معنا بعد مرور ما بقيت عقلة بالصراحة شحال واش عشرين يوم ما بقيت عقلة بالضبط شحال ولكن بعد مرور واحد مدة من الزمان فأنا غادي نتشارك معكم تجدير ديال الشتلة اللي عملناها انتم ما كتشوفوه حجم أو الكيمية الجذور اللي حصلنا عليها من العقلة ديالنا فهي كيمية وفيرة والنبات انتم ما كتشوفوه بخير يعني ما في حتى شي مشكل وهذا غادي يكبر باش أنه يصبح عنا نبات كبير ونبات اللي غادي يفرع عنا من بعد من بعد ما كيبدي يكبر شوية مزيان لو أننا نعملوه دعاما لأن الورق دياله قد تقلوه ممكن أنه يتهرس في ديالك البداية يحتك يعملو حتى تقل اللي هي قوية إلا لحظة معي هنا فهذا فقط كان طح في التربة وفي مكان اللي هو جاف يعني ماشي لا رطب ولا تشي حاجة وما كانش قاعد كتوصلوه ما كيوصلوه ش سقي لديك شي كتشوفو الأورق دياله شوية دابلة فهو عرطح وهو عمل جذور عملو من فوق التربة يعني ما كانش يحتمرو في التربة عملو من فوق التربة من ناحية العناية فنبات الكراسيولا أو اللي نبات جاد محيب للضوء الشديد وحتى في الشمس المباشرة في فترة الشيتاء الرابع يعني ما كتأطاش عليه بالعكس فكتعطيه نظارة ولكن كيتتحرق بشمس الصيف خصوصا إذا كانت حارة في الضيل فكتكون الأوراق دياله كتكون الأوراق دياله خضراء ولكنه كتكون غضي شوية البستاش ولكن في الشمس كتكون أكثر نظارة ويشوبوها بعض الحمراء من الأطراف ديال الوريقات وأيضاً كتكون مكتن زبعة الشيء مقارنةً مع الأوراق ديال النبات لكن فضي هاد النبات غير محيب للماء باتةً لأنه نبات عصاري والنباتات العصاري نحن عارفين بأنها تحتفظ بالماء في الأوراق دياله فلذلك يفضل أننا نجتنبه السقي الغازير من ناحية ديال المشاكل أو من ناحية ديال الأمراض فقليلاً ما يصاب هاد النبات بشي مشكل وحتى الحشرات فقليلاً ما كتتجيله يعني أنا خلال المدة كاملة عندي يعني من مدة سنوات هو معي هذه النباتة دا فما لحت فيه حتى شي مشكل كنتكلم عنها هذا النوع هذا اللي كتشاهدوا معي من خلال الفيديو من ناحية الأنواع أخرى لحت بعض المشاكل فيها ولكن بخصوص هذا النباتة دا فما فيه حتى شي مشكل عموماً نبات جاد أو لنبات الكراسيولا نبات جميل واختيار جيد لكل محب النباتة الزينة وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو كنتم نباش أنه يكون أعجبكم انتظرون إن شاء الله في موضوع جديد وفي فيديو جديد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركتي مع أصدقائكم لتعمل الفائدة ومرحبا بكل واحد نظم جديد للقناة ديالنا ما تنساش أنك تشارك معنا وأنك تفعل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله